بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عدنا شرح لمحاضرتنا اللي هي المجرمين دي بايزيز أوف كستدي ترانسفير بالبداية نرجع نراجع في شي سريع عن المواضيع السادقة نسترجع في فكرة بسيطة عن الموضوع قلنا احنا قياسات نقل الملكية تعتبر مهمة واهميتها تكون في انه هي تعتبر ضمان لحق البائع والمشتري في حالة تصدير او استيراد شراء او بيع اي نوع من انواع الفلويلز سواء الغازات عفوا غيرها من المنتجات فاني اريد اضمن حقي لازم اعرف الكمية والمواصفات والموادة اللي دي يصر بها عمليات نقل الملكية سواء بيع او شراء اذا الموضوعنا هو انه شون اوثق حقي واضمن حقي وحق الطرف الاخر بعمليات البيع والشراء للمنتجات النفطية على وجه التحديد اللي هي موضوع الدراسة مالتنا قلنا انه قياسات نقل الملكية بيها تقريبا شقين اللي هي قياسات تضمن الكواليتي وقياسات تضمن الكوانتتي كون انا عندي معلومات عن هذه المادة من ناحية الكواليتي والكوانتتي وصار الشرح بالمواضيع السابقة عن كيفية قياس الكواليتي عن طريق الضغط والحرارة اخذنا شون نحول اخذنا بعض الديفويز اللي خاصة بقياس هذه البروبرتيز هسا اليوم موضوعنا في هذا الفصل عن قياسات الكوانتتي الكوانتتي اللي هي الحجم او الكتلة فرح ناخذ على سبيل المثال هنا نوعين من انواع الديفايزز اللي تقيس لي الكوانتتي ما للكستدي ترانسفير بشكل عام هذا الفصل رح يتناول نوعين من انواع المعدات او معدات القياس اللي هي الميترز والتانكس الميترز باعتبار ان العداد هذا اكون يعني يعتبر معدة يجب ان تكون موجودة على اي سيارة تحميل على اي بايب على اي مكان يكون مننا شحن او تفريغ لأي منتج من المنتجات لازم انعدة شوان انعدة لازم نحط عداد والتانكس تعتبر هي وسائل الخزن خزن المنتجات خزن البضاعة خزن المواد المطلوبة شراءها او بيعها او استيرادها او تصديرها الى اخره اذا من اريد منكم انه المجرمن ديفايزز أوف كستادي ترانسفير اللي تخص الكوانتي احنا دا نحك بالميترز والتانكس الميترز طبعا هو بي اكثر من نوع اكثر من 10 انواع اللي احنا رح نطلق لخلال المحاضرة هو خمس انواع فقط اما بالنسبة للواقع النفطي فهو بي اكثر من 10 انواع او اكثر المبدأ ما العمل هو يختلف من عداد الى عداد حسب نوع العداد اكو اختلاف بين نوع العداد الى اخر من حيث مبدأ العمل اما الغرض من الميترز فهي كلها قياس قياس كمية او حجم المادة المطلوب قياس سواء لعمليات البيع والشراء سواء لعمليات الاستلام والتسليم الاستيراد والتصدير التفريغ والشحن المهم انه الان الميترز استخدمه لقياس كمية او حجم اما بالنسبة لانواع الميترز فتختلف باختلاف مبدأ العمل مبدئيا احنا اللي بالمحاضرة راح نطرق لخمس انواع اللي هي اولا الديفرينشل براشر فلوميتر الترسونيك فلوميتر تورباين فلوميتر كورولايس فلوميتر والبوزيتف ديس بلايسمينت فلوميتر هاي الخمس انواع من انواع من العدادات كل نوع عن الاخر راح ن مثل ما راح نطرق لخلال المحاضرة بشكل تفصيلي راح نشوف مبادع عملها شنو واستخداماتها وين ممكن انه تستخدم يعني كل استخدام لهذه العدادات يختلف حسب النظام اللي داي يستخدم به هل هو داي يستخدم في نظام السائل يكون نفطي قد يكون ماء قد يكون فيو القاز قد يكون قازز لكويد هافي لايث حسب نوع السيستم حسب نوع البرودكت وحسب كمية الجريان اللي داي يجريها بحالة انه الهايفلو احنا لازم نختار انواع مترز تكون معادنها قوية ومقاومة للفلو على موض الكوروجين وغيرها من العوامل الاحتكاك وغيرها قد يكون المي المي اللي هو اقل كثافة من النفط ممكن يتحمل نوع من انواع المعادن قد يكون نفط قد يكون نفط خفيف قد يكون قاز فكل نوع من غيرها يعني مواقل انواع مو مترهم وانما هيتكون افضل من ناحية العمر التجريلي من ناحية الدقة بالقراءة وهكذا اما الخزانات فعندي اربع انواع خزانات بشكل عام اللي هي الفيكس كون روف تانكس اللي هي تكون ذات السقوف الثابتة الخزانات ذات السقوف الثابتة الفلوتنج روف تانكس الخزانات ذات السقوف المتحركة سفير اند بولت تانكس اللي هي الخزانات الاسطوانية اما الاندر جراند ستورج تانكس فهي الخزانات اللي تكون تحت الارض تعتبر تخزن بعض المواد الخفيفة اللي تخزن تحت سطح الارض اذا بشكل عام قلنا انه موضوعنا لهذا الفصل اللي رح نطرق لخلال المحاضرة يضمن عملية معدات القياس اللي تستخدم لقياس الكوانتتي اللي هي قلنا الميترز والتانك وهس رح نجي بالمحاضرة نحتيها بشكل تفصيل